سيد أحمد يعني هل حضرك شايف أن المؤتمر أسهم بإيه يعني هل هو بداية طريق ولا وأنا متأكد حتى لو كان بداية طريق فهو طريق طويل جدا وصعب شايفه إزاي نعم اسمح لي في البداية سيد أحمد أولا أسجل شكري لحضرتك على هذه الدعوة وأسجل شكري أيضا على تخصيص هذه المساحة لمناقشة ملف مهم وهو قضية السودان وقبل ما نتكلم على مخرجات وهمية هذا المؤتمر وما انتهى إليه يجب أن نتوقف أمام السياق العام لإدعاقاد هذا المؤتمر والدور المصري وليه مصر دعت لهذا المؤتمر الحقيقة أنا عايزة توقف أمام تصريح قاله الأمين العام لأم المتحدة أنتوني جوتيريش في إبريل الماضي بعد مرور عام من الحرب على السودان قال للأسف أن أزمة السودان أصبحت أزمة منسية بسبب تلعات الحرب على غزة أكثر وخلال الأشهر الماضية وإنشغال العالم بالحرب على غزة ولكن الحقيقة في الدولة المصرية لم تنسى أزمة السودان طوال الأشهر الماضية على مدى أكثر من 15 شهر على الحرب الداخلية في السودان الدولة المصرية داعمة لاستقرار السودان وهناك مجموعة من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية يمكن الدولة المصرية أول دولة تعاطت مع الحرب من اليوم التالي لاندلاع هذا الحرب وبالتالي هذا المؤتمر يأتي ضمن حزمة قدمتها الدولة المصرية ولازالت تقدمها من أجل العمل على استقرار السودان اللي يعتبر أنها مصلحة أساسية للدولة المصرية النقطة التانية أو البعض التاني لتناول هذا المؤتمر ما الذي يختلف أو كيف يختلف هذا المؤتمر أو هذه المنصة منصة مؤتمر القاهرة للقوة السياسية والمدنية السودانية عن باقي المؤدرات التي شهدناها باقي المؤدرات الإقليمية والدولية أن هذا المؤتمر لأول مرة يجمع الفرقاء السياسيين في السودان في مئدة حوار واحدة في مؤتمر أو منصة واحدة يمكن للأسف من ضمن إحدى إشكاليات الأزمة السودانية هناك حالة استقطاب شديدة ما بين الكوة السياسية السودانية هناك تكتلات سياسية أبرزها مثلا الكتلة الديمقراطية وكوة الحراك الوطني هذا في اتجاه أو مؤسكر والمؤسكر الآخر كوة التنسيقية الخاصة به أو ما يسمى به تقدم لأول مرة منذ اندلاع الحرب ومنذ حتى بداية الأزمة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في إبريل 2019 لأول مرة تجتمع هذه الكوة السودانية معا في ميدة حوار واحدة وده نعكاسه أولا خطوة أو كيمة مضافة حققاتها القاهرة أن تجمع هذه الفرقاء من أجل البحث عن التوافق المفقود في السياحة السياسية السودانية الأمر الآخر أن مصر وفرت لهذا المنصة أو هذا الحوار أو هذا المؤتمر الدعم الدولي والإقليمي بحضور مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالسودان بداية من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي وبالتالي أعطتوا قوة دفع دولية وإقليمية من أجل نجاح هذا المؤتمر ثم وصولا بالبيان الختامي أو ما ناقشوا هذا المؤتمر والمشاركين فيه حول ثلاثة نقاط أساسية النقطة الأولى تتعلق بآلية وقف الحرب وضرورة وحتمية وقف الحرب ثم والنقطة الثانية ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب والمتضررين من هذه الحرب والنقطة الثالثة كيف يمكن التأسيس لرؤية سياسية شاملة في السودان والحل السياسي للسودان ويمكن الباين الختامي تضمن توصيات في هذه النقاط الثلاثة وأنا أراها أن هي خطوة على الطريق الصحيح من أجل بداية حل السياسي الشامل في السودان ترجمة نانسي قنقر